هناك أليات متعددة هذه الأليات تشتغل بها العديد من الهيكل الحكومية صحيح أن وزارة الأسرة هي المعنية بالأسرة ولكن لابد من التوضيح بأن الأسرة هي مسألة أفقية تهتم بها عدة هيكل حكومية فيما يخص الأليات التي تقدمها الوزارة من أجل أولا نحن نشتغل على بعدين مهمين محورين أساسيين المحور الأول هو الدعم الاقتصادي للأسرة ولأفرادها هذه نقطة رقم واحد بالنسبة للأطفال نحن نقوم بجهود كبيرة من خلال التمويل العمومي من أجل الرفع في التربية ما قبل المدرسية اليوم في سنة 2024 25 ألف طفل تونسي ينتفع بخدمات التربية ما قبل المدرسية باعتمادات تقدر 13 مليون ونصف من أجل من أجل من أجل الحق تمكين الأطفال الذين ينتمون لأسر ذات وضعيات اقتصادية خاصة من حقهم في التربية ما قبل المدرسية أيضا فيما يخص الأطفال الذين لديهم صعوبات في التعلم تم في شهر جانب في سنة 2014 من هذا السنة هذه السنة الجارية افتتاح خمس مراكز لدعم أولياء وأطفال الذين يعرفون بعض صعوبات التعلم وهذه المراكز هي موجودة في القيروان موجودة في مدنين موجودة في أريانا موجودة في باجا وفي جندوبا نقطة أخرى فيما يخص أيضا ندعم فئة كبار السن من خلال الفرق الفرق التي تقدم خدمات للمسنين هذه الفرق كان عددها في فيفري 2023 لا يتجاوز 25 فريقا اليوم أصبح هناك 40 فريق يقدم خدمات في البيت للمسنين في البيت لأربعلاف مسنة ومسنة بالنسبة إلى برنامج الفرق التي تقدم الخدمات للمسنين في البيت أيضا برنامج الإداع العائلة لكبار السن هذا البرنامج اشتغلنا عليه كثيرا في مسارين المسار الأول هو الترفيع في عدد الكبار السن الذين ينتفعون بهذا البرنامج وانتقل الرقم من 100 قرابة 100 مسن إلى اليوم نتحدث اليوم ونشرنا منذ يومين 366 مسن ومسنة ينتفعون ببرنامج الإداع العائلة لكبار السن 80% من هذا الرقم هو لنساء مسنات أيضا تم الترفيع في منحة الإداع العائلة من 200 دينار إلى 350 دينار ندعم أيضا الأسر اقتصاديا من خلال برنامج الاقتصادي للأسر والاعتمادات التعاهد لهذا البرنامج انتقلت من 2 مليون ونصف إلى 8 مليون دينار لدينا مشروع آخر هو مشروع فضاءات النموذجية للأسر هذا المشروع هو يستهدف 11 ولاية خلال هذه السنة منذ شهر جونفي انطلقت أشغال بناء ثلاث فضاءات نموذجية للأسر في كل من سويسي بولاية المهدية دور سلاطنية بسيدي بوزيد وأيضا المطوية بولاية جابس انطلقت الأشغال ومن المنتظر هو أن تكون هذه الفضاءات جاهزة فيما وفها هذه السنة الجارية أي في حدود شهر ما بين نوفمبر وديسمبر على أن تنطلق أشغال بناء الفضاءات الأخرى قريبا إن شاء الله هذه الفضاءات هي عبارة عن مركب للأسرة في كل الخدمات التي تقسم فيها روضة أطفال فيه أيضا نادي نهاري لكبار السن بالنسبة إلى الفضاء النموذج للأسرة في المطوية مثلا فيه مسرح طاقة استعابه ألف ألف متفرج يعني خدمات متنوعة فيه جلسات للحوار للترفيه للتواصل إذن هو فضاء فضاء يفك عزلة بعض المناطق ويقدم خدمات فيها تواصل تبدلية نقاش ترفيه خدمات متنوعة لكيفة أفراد الأسرة من خلال الفضاء النموذجي للأسرة هذه في الحقيقة الاعتمادات بالنسبة لثلاث فضائت التي ذكرتها هي قرابة 11 مليون دينار فيما يخص التهيئة والبناء وإن شاء الله في موفة هذه السنة تكون جائزة لتقدم خدماتها برنامج التمكين الاجتماعي للأسر أيضا وليسا الاقتصادي الاجتماعي هو برنامج مهم ومهم جدا يقوم بتحسيس الأسر وتوعيتها بالقيم الإيجابية التي تمكنها من مواجهة الظواهر الاجتماعية الجديدة من انحراف من إدمان الأطفال من تعثرات الحوار داخل أفراد الأسرة من الوليدية الإيجابية ومن نبذ العنف أيضا داخل فضاء الأسرة يعني هذه البرنامج استهدفها في سنة 2023 قرابة 10 ألف أسرة وهو شمل إلى حد الآن 19 ولاية ومن المنتظر خلال هذه السنة الجارية أن يشمل كل من ملايات نايبل وبنعروس وتونس وتطوين